حفظ معدل الإصابات بفيروس كورونا على مسوياته المرتفعة حيث أعلنت وزارة الصحة عن تزيل 1406 إصابات جديدة في الساعات الأربع وعشرين ساعة الماضية وسجلت الصحة في المقابل ثمان حالات وفاة ليصبح مجموعة حالات الوفاة المسجلة في البلاد جراء الفيروس 1436 حالة كذلك تم تسجيل 1283 حالة شفاء في حين بلغ عدد من يتلقى رعاية الطبية في أقسام العناية المركزة 247 حالة إلى ذلك قالت وزارة الصحة إنها قدمت يوم الخميس جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسجدة سواء الأولى أو الثانية المكررة لجميع المراجعين ممن حضروا إلى مركز التطعيم بأرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف وفقا للوقت المحدد لهم مسبقا عبر رسالة النصية وأكدت الصحة ضرورة التزام الجميع باليوم والفترة الزمنية المحددين عبر رسالة النصية حرصا على انسيابية وتنظيم العمل وإتمام عملية تلقى اللقاح في أسرع وقت ممكن وأفادت بأن ما سبق يسهم في تلقى اللقاح بالجودة وسلامة المطلوبتين دون تعطيل أو تأخير فضلا عن تجنب حدوث تجمعات كبيرة في أوقات دون أخرى من المرجح أن يحتاج الحاصلون على لقاح فايزر بايونتيك المضاد لفيروس كورونا على الأرجح إلى جرعات معززة في غضون 12 شهرا من التطعيم الكامل وفقا ما أعلنه رئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا والذي أضاف أن الجرعات المعززة ستكون أداة مهمة للغاية في مكافحة السلالات الجديدة من كورونا وأوضح تقرير لمجلة بيزنس انسايدر أن إصابات كورونا على الأرجح لن تختفي لذلك يعمل مصنعوا اللقاحات على تطوير جرعات معززة لمحاربة السلالات الجديدة أو لتوفير حماية جديدة عند تقلص قوات المناعة المكتسبة من التطعيم الأول في ثاني أيام فتح باب الترشح تقدم ثلاثة مرشحين إلى إدارة شؤون الانتخابات بطلبة ترشحهم لانتخابات التكملية البرلمانية على الدائرة الخامسة والمرشحون الثلاثة هم طلال فهد الدبوس وماجد لافي العطيب وخالد السريع الهاجري ليصبح بذلك إجمال عدد المرشحين سبعة مرشحين وقال المدير العام للإدارة العامة لشؤون القانونية العقيد الحقوقية الدكتور صلاح الشطي أنه يتعين على كل من تقدم بطلب ترشحه للانتخابات التكملية التوجه إلى مخفر شرطة العدان لتسليم طلب ترشحه واستلام إيصال يفيد بذلك مستمرين في استقبال طلبات الترشح حتى ناهة الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 24-4-2021 خلال ساعة الدوام الرسمي يبتدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصد ظهرا طبعا هناك عدة شروط يجب التتوفر في من يرغب في الترشح له أن يكون كوية الجنسية بصفة أصلية أن يكون اسمه مدرج فيها جداو الانتخاب ألا يقل سنه في يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية أن يجد لقاء العربي كتابتها ألا يكون محكوم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلوب شرف لمانا ما لم يرد اعتباره كذلك أن لا يكون قد أدينا بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات للهية والذات الأميرية والأنبياء كذلك أحب أن نوه بأن مقر التسجيل راح يكون في هذه السنة في الانتخابات التكملية في مقر إدارة شوال الانتخابات في موقع هل كان في منطقة إشوخ السكنية بالقرب من الجمعية كذلك أحب أن نوه بأن طبعا بعد ما ننتهي من فترة الترشيح سوف نقوم باستقبال طالبات المرشحين لتعين المنادب والوكلاء الخاصة فيهم في يوم الانتخاب كذلك أحب أن نوه بأن الانتخابات راح تجرى على قيد سنة 2020 باعتبار أنه هو القيد المحصن لأن القيد اللي انتهينا منه في شهر 2023 يحصن في نهاية شهر يونيو فالانتخابات راح تجرى على قيد 2020 كذلك أحب أن نوه بأن من يلقى في التنازل عن الترشيح يكون قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب اللي راح يصارف إن شاء الله يوم الانتخاب اللي هو 22-5-20-21 شنت فرق البلدية حملة تفتيشية لمتابعة مدى تطبيق الإشراطات الصحية في البلاد نعم هذا وتواصل الفرق الميدانية أيضا جولاتها للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بموعيد دوام وعمل الأنشطة المختلفة في البلاد سيما بعد التعميم الجديدة الصادرة للحد من تفشي الوباء ممنوع طبعا فتح الصلاة واستغبال الزباين وتمتد إلى طبعا ما بعد الأفطار يستمر عملهم إلى الساعة الثالثة صباحا أما الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية طبعا ما بعد الأفطار أو ما بعد الحبر الساعة سبع تحديدا يكون دخول الجمعيات عن طريق حجز المواعيد في نظام وزارة التجارة تمتد إلى الساعة 12 المساء أخواننا وزمالنا الحقيقة المفتشين يقومون في دورهم في مدى التزام الحقيقة سواء كانت محلات التجزئة أو الأسواق العامة ثم أسواق الموازية والجمعيات بمدى التزامهم في هذه الاشتراطات في سياق مختلف عربت وزارة الخارجية عن إدانة وسنكر الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان والعمل الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق شرق بغداد وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص وأكدت الخارجية في بيان لها وقوف الكويت إلى جانب العراق الشقيق وتأييده في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه وإستقراره واختتمت بيانها بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المؤساة لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بشفاء العجل إلى هنا وصل معكم لنهاية النشرة وقبل ختامها نذكركم بإمكانية متابعة أخبارنا عبر حساباتنا على مواقع التواصل الشمعي نشكلكم مشاهدين على طيب المتابعة ورمضان كاري